لو كان عندنا دولة دولة مؤسسات لاتخذ هذه الإجراءات تخيلوا البلاد اللي ما فيهاش قانون هذه بلد داروا وزير قبل سمير شعابنا داروه وزير من هنا اكتشفوا بالله عنده الجنسية الفرنسية قالوا له تتنزع الجنسية وتبقى وزير ارفض نحاوه وجابوا وزير آخر مولود في فرنسا ويجري الحديث على أنه عنده الجنسية الفرنسية لأنه جاء وعود رجع وقرأ حياته كلها هنا وكذا وكذا من الأرجح أنا ما عنديش الدليل قاطع ولكن من الأرجح وكثير من المصادر قالوا لي من الأرجح أنه عنده الجنسية الفرنسية ما سألوش على القانون ولا عمله توضيح ولا عمله توضيح هو الوزير يعمل بيان يقول أنا لا أملك الجنسية الفرنسية ما هو مولود في فرنسا وكذا ما عليش القوانين رغم أنه الوزارة الأخرى تتعسل بير شعابنا مش ذات سيادة وهذه وزارة المالية وزارة سيادية بمعنى الكلمة كيفاش الدولة هكذا تنجح وتكون عندها تأثير المهم إخواني الكرام أنه ما حدث مع رواندا راه كشف عورة الدبلوماسية هذه الدبلوماسية التي تهزم في البيت الإفريقي ومع وزير العمامر الذي قضى سنين طويلة وهو في الاتحاد الأفريقي كيفاش راح تواجه الآن دولة أو دول راه تتحالف وتصنع استراتيجية وهي قمة جدة كيفاش وجهت الرسائل إلى الجزائر كلمة عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري تحدث على عدم التدخل في شؤون الدول الجماعات والميليشيات والتنظيمات المسلحة وهي كلها واضحة أنها رسائل إلى الجزائر جزائر وإيران أعطيني دولة من خلاف الجزائر وإيران راه تتسلح في الميليشيات الجزائر تتسلح في البوليزاريو عندها علاقات مع إيران عندها علاقات مع حزب الله وإيران تتسلح في الميليشيات واضح الرسائل والرسائل الكثيرة رأني تحدثت عني في مداخلة نتاع اليوم في قناتي الرسمية إذن إخواني الكرام ما حدث يجب أن يهجب الجزائري أن تفكر بوعي ما تخليهم يكذبوا عني يخوضوا لك مشروع يفشلوا فيه بعد يبرره لك ولكن اللي يجي صدق نظام أوصل الجزائر إلى هذا الحال ويصدق مسؤولين صدق العمامرة هذا الذي كان يسبح بحمد بوتفليقة في الأيامات الأخيرة من بوتفليقة كان يصول ويجول وهو وزير الخارجية كي ينقذ بوتفليقة وسعيد بوتفليقة من السقوط جيت صدقه الآن في الجزائر الجديدة التي جاءت بعد حراك أصيل الجزائرين صحيح قرجوا ضد العهد الرابعة ولكن خروجهم بعد ذلك مباشرة طالبوا برحيل النظام طالبوا برحيل النظام هو هانا ونصلنا للأسف الشديد أن الأمور راهي وصلت إلى غاية السوء وبيّنت أننا لا نملك دبلوماسية ولا هم يحزنون والآن نقطة مهمة زي لازم نهضر عليها كل مرة نعاود نهضر عليها أنا كثير جزائريين في حال فيهم حتى أصدقاء وكذا يبعثوا لي ويقولوا لي رجاء أنه نصطف مع الجزائر دبلوماسيين مع النظام حتى لو كان فيه عيوب ولكن داخليا ما عليش انتقدوه والله وحدهم راهوا مثل ذلك الإنسان اللي أخلاقه سيئة في داره كي نخرجوا البر نحاولوا نظهروهما لا يو يبقى دائما أخلاقه سيئة النظام الفاسد داخلي لا يمكن أن يكون نظام غير فاسد خارجية النظام الذي ينهب أموال الجزائرية في رأيكم الأموال التي تذهب بالسفارات وهي أموال طائلة ما تكونش محل نهب هيا بالله عليكم نظام فاسد مسؤولين فاسدين راح يعين لك مسؤولين في السفارات والقنسوليات والديبلوماسية ناس ملاح ورجال نظاف أنا لا أقول الديبلوماسية والخارجية ما فيهاش رجال نظاف فيها رجال نظاف فيها كفاءات ولكن أجزم لكم أن الكفاءات راح يعيشة في الظل ما تقدرش تهدر ما تقدرش تهدر تهدر تغرد خارج السر بتروح هنا نحن نقوم بدورنا إعلاميا وكذا وهنا ونوصل من ما هو مشغول بهذه القضية تخيلوا في ظل هذه النكسات والهزائم الدبلوماسية التي منيت بها الجزائر عمار بلاني مبعوث المبعوث الجزائري للقضية الصحراوية ودول المغرب العربي باش مشغول هذه الفطرة ما هوش مشغول كيفاش يحل مشكلة الصحراء كيفاش يحيي الاتحاد المغاربي كيفاش يعيد الاعتبار ويعالج قضية ليبيا ويرجع للجزائر دور مثل هذه الأمور ما هوش مشغول بهذه الأمور مشغول بعائلة أنورمال بعدما انتقم من أشقائي أرسلي تهديدات عن طريق وسائط وبلغوني أنه قال له مادام مسكتش الدور على أقارب الآخرين وراه يهدد يستهدف لي أفراد من الأقارب اللي يعملوا في الجيش ويعملوا في الدرك ويعملوا في الشرطة ويعملوا فيه وما أكثرهم أكتعرف وما أكثرهم منطقة الشرق الجزائري كل أغلبيتهم عسكر ما عنده مرح يروح يكمل قرائته وما يلقى لا مؤسسات لا شركات لا شيء إما يولي معلم ويدخل التعليم ولا يقاشي والأغلبية يروحوا يقاشوا يروحوا يقاشوا باش يعاونوا والدين هذا باش مشغول عمار بلاني وراه يهدد ويتوعد ويشتم وبلغتني من مصادري أنه جلس جلسة قال فيه ما يندله الجبيل وأنا لن أرد عليه لأني أتحدث بأخلاقي وهو يتحدث بأخلاقه لن أرد عليه ولكن سأكشف الكثير من الملفات في المرحلة القادمة إذا كان هذا مسؤول دبلوماسي عين تبون باش يكون مبعوث للقضية الصحراوية ودول المغرب العربي صار مبعوث العائلة أنورمال باش ينتقم منها لأنه ينتقد هل الانتقادات اللي انتقدت بها كمشاهدين وكمتابعين هل كنت على خطأ ما قلت لكمش أنه هؤلاء رهم يضروا بالكل القضايا يناصرون هعطوني إنجاز دبلوماسي واحد صنعات الدبلوماسية الجزائرية منذ جاء تبون تحركوا في الملف الليبي وخلوه لتركيا هاي يزي القضية الصحراوية قال تبون قبلها دفنت أي مش دفنت الآن رهم قرأ عليها النشيد المغربي مش النشيد الفاسي